السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبا يبنى طلاب وطالبات الثانوية العامة دفعة 2023 أخبار عاجلة وهمة يا شباب معنا بفضل الله أربع أخبار مهمين في الفيديو بشرة لطلاب الدور الثاني في التنسيق لو فاتك تقليل اختراف في المرحلة الأولى هل ينفع تقليل اختراف مع المرحلة الثالثة الترتيب الصح لرغبات المرحلة الثالثة آخر أخبار تظلمات الدور الثاني طب التفصيلات ايه يا شباب بس أزن حضرتك لو أول مرة تشاهد القناة شرفني ونورني بالاشتراك ونستشفعي الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد بالنسبة يا شباب للتظلمات أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة لمتحان الدور الثاني للثانوية العامة دفعة 2023 اعتبارا من يوم الثلاث الموافق خمسة سبتمبر الفين تلاتة وعشرين وذلك لمدة اسبوع تمام كنا يا شباب يبقى تظلمات يا شباب من اول النهاردة التلات معاك بقى اسبوع كامل تقدر تقدم الطلب بتاع التظلم بتاع حضرتك بالنسبة لتقليل الاختراب يا شباب زي ما حضراتكم عارفين ان باب تقليل الاختراب فتح بعد المرحلة الاولى والتانية في ناس قدمت كتير وفي ناس للأسف ما قدمتش لظروف ما السؤال هل ينفع لو انا ما قدمتش تبع المرحلة الاولى والتانية اللي هي فيها الاختراب اللي جي بعد المرحلة الاولى والتانية لو انا ما قدرتش اقدم فيها هل لما يفتح تاني بعد المرحلة التالتة ينفع اقدم يا شباب ولا لا الحقيقة يا شباب طبعا ينفع لان باب الاقتراب هيفتح لي المرحلة التالتة لكل الطلاب بتوع المرحلة التالتة ولمن تخلف في المرحلة الاولى والتانية تمام كده يا شباب وده اللي حصل السنة اللي فاتت يعني اللي معمول بالاصفر ده يا شباب ده كان بتاع السنة اللي فاتت تمام كده تبدأ غدا السلساء مرحلة تكليل الاختراب 2022 والتي تتضمن الطلاب المرشحين في تنسيق المرحلة التالتة 2023 وكذلك طلاب المرحلتين الاولى والتانية اللي ما استفدوش من تقليل الاختراب تمام كده وذلك وفقا لما اعلنت وزارة التعليم العالي عقب اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة التالتة الفين اتنين وعشرين زي مولت لحضرتك الخبر ده يا شباب بتاع السنة اللي فاتت واعتقد القانون لم يتغير يعني ايه يعني السنة ده هيحصل ان شاء الله زي السنة اللي فاتت الناس اللي ما قدمتش في مرحلة تقليل الاختراب الاولى تمام كده يا شباب هتقدر ان شاء الله تقدم لما يفتحوا تاني بعد نتيجة المرحلة التالتة فالناس كده تهدأ وجل واحد يا شباب يلتزم ويبقى عارف هو الحقيقة بيكتب ايه عشان ما يفوتوش باب التقديم او وقت التقديم ويحصل بعد كده مشاكل كبيرة تمام يا شباب يبقى السنة اللي فاتت حصل ايه الناس اللي ما قدمتش في تقليل الاختراب بعد المرحلة الاولى والتانية قدرت تقدم لما فتح باب الاختراب بعد نتيجة المرحلة التالتة وده ان شاء الله السنة دي هيحصل تمام كده يا شباب لان في ناس كانت قلقانة شوية بخصوص هذا الموضوع طب نيجي بعد كده بقى بشرة صارة لطلاب الدور التاني ان سيادتك يا باشا هتنسق على حسب المجموع بتاعك يعني ايه يعني الكليات مفتوحة قدام حضرتك سيادتك كنت دور تاني وجايب مثلا فوق التسعين في المية سيادتك ليه كليات الطب طالما انت علم علوم مثلا جايب سبعة وتمانين في المية يبالي كلية الهندازة طالما سيادتك علم الرياضة برضو نفس الحكاية لو انت جايب فوق التمانين او خمسة وتمانين في المية والمجموعة ده بيجيب كلية الاعلام او الالسن وانت قادم يتقدر ان شاء الله تخش هذه الكليات اذا الدور التاني هينسق اه مع المرحلة التالتة بس على حسب المجموع بتاع حضرتك مجموعة كده خلق كلية ايه على حسب بقى مجموعك ان شاء الله تقدر تخش الكلية المناسبة لهذا المجموع حتى لو كلية الطب فمكانك محفوظ ما تقلقش تمام كده طيب بالنسبة بقى للناس اللي هي جايبة ان شاء الله في الدور التاني هيبقى مجموحة فوق الستين في المية اعتقد الموضوع يا شباب هيبقى واضح لحضرتك لان التنسيقات خلاص ظهرت والكليات ظهرت والمعاهد ظهرت يعني يا شباب ده تنسيق السنة دي عام الفين تلاتة وعشرين بالنسبة لعلم علوم وعلم رياضة يعني لو سيادتك جايب بقى مجموعة كبيرة دخلت كلية الطب بقى ديك عرفت كلية الطب خلاص بتاخد من كم فتلاقي الموضوع سهل او علاج طبيعي او صيدلة طالما حضرتك جايب مجموعة كبير بالنسبة لعلم علوم وكذلك يا شباب برضو علم رياضة برضو لو مجموعة كدخلت كلية الهندسة او حاسبات ومعلومات مفيش مشكلة يعني عندك الهندسات مثلا زي هندسة الطاقة باسوان دي اعلى هندسة السنة دي خلت من 348.5 فسيادتك لو جايب مثلا 349 تقدر ان شاء الله طبعا تخش هذه الكلية او ممكن تخش هندسة اصيوت او هندسة سواج او بورس عيد لانها جايبة برضو 309.5 او 349 هندسة اصيوت وهكذا يعني الفكرة كلها ان سيادتك لو انت جايب مجموعة كليهة الهندسة هتقدر ان شاء الله تخش كليهة الهندسة لو جايب مجموعة عالي شوية وانت علم رياضة عندك كليهة الملاحة وتكنولوجيا الفضاء اللي موجودة بني سويف عندك حاسبات ومعلومات رياضة تمام كده يا شباب عندك حاجات كتير تخص بقى المجاميع كل دي يا شباب حاجات السنادي الكليات اللي خدت السنادي من هذه المجاميع يعني السيادتك خلاص عارف راسك من رجلك وشوف المجموعة بتاع حضرتك مثلا جايب 311 قدامك كلية الاغثار 310.5 عندك ألسن عن شمس الرياضة 310.5 اعلام القاهرة رياضة وهكذا شوف مجموعة حضرتك بقى يوافق انهي كليات والكلام ده موجود يا شباب على الموقع بتاع وزارة التربية والتعليم بتاع التنسيق سيادتك بتخش على الموقع تمام كده وتخش بقى على التنسيق الحدود الدنيا المجموعة العلمية نظام حديث اللي هي 2023 تمام كده ولو انت أدبي تخش على المجموعة الأدبية يعني وبسيط على أدبي نفس الفكرة لو سيادتك مثلا جايب 345 عندك مثلا كلية الاعاقة والتأهيل بالزأزيق 345 برضو اعلام وتكنولوجيا اتصال السويس تمام كده؟ لو انت أقل شوية مثلا 310 عندك بقى كليات التجارة كليات التربية عندك كليات ضر العلوم لو انت أقل شوية 304 ضر العلوم القاهرة عندك 303.5 كلية تكنولوجيا وتنمية الزأزيق علوم مالية وإدارية خارجة السنادة 303.5 وهكذا لو انت مجموعك بقى أقل شوية عندك بقى كليات الأداب سواء بقى انتظام أو انتساب وقلنا الفرق ما بين انتظام وانتساب ان الانتظام بياخد من مجموع أكبر ولكن مصروفاته أقل الانتساب بياخد من مجموع أقل ومصروفاته أعلى تمام؟ وعندك برضو كليات الحقوق كل حاجة يا شباب قدام حضرتك السنة دي خرت من كام؟ فاشوف حضرتك بعد الدور التاني بتحسب الدرقة بتاعتك وبقى كده تشوف بقى تخش على موقع الوزارة زي ما قلت لحضرتك كده واشوف مجموعك يجيب الكليات ايه؟ وبتدي رتبها ترتيب كويس على أساس برضو تبقى سيادتك كاتب رغباتك ترتيب مظبوط فالرغبة أو المجال اللي انت حاب هو اللي هيجي لك في الأول فرتب رغباتك صحة من أول الرغبة لآخر رغبة تمام يا شباب؟ وانت لو مجموعك بقى قليل شوية عامتين تمانية وتلاتين في هزا عند حضرتك حاجة اسمها طبعا المعاهد العالية لللغات والترجمة دي للناس اللي ما لحقتش كلية الألسن ولا كلية الأداب هزي المعاهد وتكلمنا عنها قبل كده بتديك لصنس في اللغات زي كلية الأداب زي كلية الألسن وهي مؤهلة عالية يا شباب يعني فرصة كويسة ان سيادتك تتخرج ويكون معاك لصنس اداب تقدر تشغل بيه في اي مكان اما حاجة التميز عندك برضو حاجة جميلة اوه اسمها المعهد الفن التجاري ده بوابتك لكلية التجارة مش كلية التجارة بس انت عندك خمس كليات تقدر تخشها من هذا المعهد الحكومي مصروفاته بسيطة المعهد سنتين يا شباب تقدر تخش من هذا المعهد حوالي يا شباب خمس كليات زي كلية التجارة كلية الحقوق كلية تكنولوجيا ادارة ونظم معلومات اللي موجودة ببرسعيد يعني معاك كليات كتيرة تقدر تخشها من هذا المعهد. تمام كده? بياخد من المجموعة بسيط مئتين تمانية وتلاتين والمعاهد دي يا شباب موجودة في اماكن كتير. تمام كده? يبقى عندك برضو على حسب المجموعة بدل حضرتك تقدر تخش على هذا الموقع موقع التنسيق بتاع الوزارة وتعرف الصغيرة والكبيرة بالنسبة للكليات والمعاهد وتشوف بقى الحاجة القريبة منك المجال اللي انت حبه. الحاجات اللي بخاصة بمصروفات شوف برضو الحاجة القريبة من حضرتك. وبتدي رتب رغباتك ترتيب جيد وعلى القناة هتلاقي ان شاء الله في فيديو هات تساعدك في هذا الامر. طب لو مجموعة حضرتك بقى علمي او ادبي اقل من ستين في المية. يا ترى ترتب رغبات حضرتك ازاي? عشان طبعا الموضوع بيبقى صعب شوية. لان المرحلة التالتة يا شباب لسه بتنسأ يعني نسأت فترة وبعد كده الموضوع او التنسيق افل وهيفتحتاني ان شاء الله للتقديم. فطبعا انت متعرفش الكليات والمعاهد هتياخد من كام. فسيادتك لازم ترتب ترتيب كويس ترتيب منطقي. على حسب الرغبات الصحة للرغبات المطلوبة لسوء العمل. عشان ما تكتبش حاجة وبعد كده لتقدر الله تندم عليها. ترتيب حضرتك للرغبات بالنسبة لعلمي وادبي لو سيادتك مسلا علمي. هتزال لحضرتك رغبات كتير. اهم هزي الرغبات يا شباب من وجهة نظري كلية الاداب. لان انت من خلال كلية الاداب تطلع مترجم صحفي اعلامي مدرس مرشد سياحي اخصائي نفسي. فيها اقسام كتير اذا مجالات الشغل كتير. حاجة تانية عندك اقتصاد منزلي موجودة في المنوفية ولا عليش معك في المرحلة التالتة برضو. ليها تخصصات كتير واقسام كتير بيبقى شغلها برضو كويس. خصوصا قسم اخصائي التخذية. تمام كده يا شباب? عندك بعد كده لو الحاجات الحكومية يا شباب عندك بعد كده يا شباب معهد فن تجاري وانا لسه ايل لحضرتك انك انت لما بتكتبه. بالنسبة بقى العلمي او ادبي الحقيقة مهمة جدا جدا جدا. ليه يا مستر? لان طبعا سيادتك تقدر تخش منه كزا كلية والمعهد نفسه سهل ودراسه سهلة. يبقى انت لو ملحقتش كليات التجارة وادعمك الفرصة انك تخش كلية التجارة سواء بقى علمي او ادبي او اي كلية تانية في كليات يا شباب زي كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات اللي موجودة ببورسعيد. الكلية خلصت مرحلة تانية وكلية مجالاتها خطيرة جميلة جدا في الشغل سيادتك ان شاء الله تقدر تخشها من هذا المعهد. تمام كده يا شباب? نيجي بعد كده عندك بعض الكليات انا شايف ان هي يعني نسبيا كويسة عندك كلية الحقوق كلية خدمة اجتماعية. كلية تربية رياضية وتربية نوعية تربية رياضية وتربية نوعية. طبعا تربية نوعية فيها بعض الاقسام عايز اختبار للقدرات وتربية رياضية اختبارات للقدرات. لو انت مش عامل اختبارات للقدرات ما تكتبهمش. تمام كده? ولكن في اقسام تانية لكلية تربية نوعية. تمام? ما بتاخدش اختبارات للقدرات. متاح قدام حضرتك اكتبها ما فيش مشكلة. عندك برضو كليات السياحة والفنادي نظام تعليم تبادلي تقدر من خلالها تشتغل على طول بامر الله ليه? لان انت اثناء الكلية بتشتغل في احد المطاعم او احد الشركات اللي تابع الكلية او الجامعة. تمام كده? فسيادتك بتتدرب بتتخرج اكيد انت طالما اخلاقك كويسة او راجل متميز في شغلك ان شاء الله هتقدر تلاقي شغل او وظيفة بسرعة. تمام كده يا شباب? يبقى دي الحاجات الحكومية اللي تقدر تكتبها سواء انت علمي. وطبعا عندنا بعض حاجات قليلة شوية بالنسبة للادبي. خصوصا هو معهد فني تجاري. تمام كده يا شباب? في بقى معاهد برضو خدمة اجتماعية تقدر تكتبها. والمعاهد الخدمة الاجتماعية هذه المعاهد معاهد عالية عاملة زي كلية خدمة اجتماعية ولكن بمصروفات. يا شباب عشان تساعدتك تبقى عارف الكلية عاملة زي المعهد العالي الخاص او المعهد العالي الخاص عامل زي الكلية بس بمصروفات ولكن في النهاية بيديك مؤهل عالي بيديك لسانس او باكاليريوس كأنك متخرج من الكلية. تمام كده? طيب. عندنا بالنسبة لحبايبنا العلمي عندك معهد فني صناعي عندك معهد المساحة. المعهدين دول يا شباب بوابتك لكلية الهندسة. سيادتك ان شاء الله من خلالهم تقدر تخش كلية الهندسة لان دراستهم سهلة مع الاجتماعي بتاع حضرتك ان شاء الله تخش كلية الهندسة. عندك برضو معهد فني طامريد بالنسبة لعلم علوم تقدر تكتبه في اول الرغبات بتاعت حضرتك. طب يا باستر فيه معاهد تانية كويسة في معاهد تانية كويسة يا شباب المعهد العالية الخاصة المعتمدة بتزهر لحضرتك فيه التنسيب. في معاهد عالية لغات المعهد دي يا شباب طبعا بتديك اللي سانس في اللغة اللي انت بتدرسها. وموجود على فكرة في كزا مكان وهو بمصرفات في حدود العشر تلاف جنيه. تمام كده? عندك برضو بالنسبة للعلمي علم علوم وعلم رياضة. فعندك معهد تكنولوجيا علوم صحية تطبيقية. زي اللي موجود في شربين وبدر والمينيا وباني سويف وسوهاج وقلنا هذه المعاهد بتاخد من علم علوم. وفي بعضها فيه اجسام بياخد من علم رياضة وقلنا الكلام ده موجود على القناة. تمام كده? المعاهد دي برضو فرصة كويسة للناس اللي كان نفسها تخش كلية علوم صحية تطبيقية ولكن للأسف مالح اتهاش. فالمعاهد العالية يا شباب دي عاملة زي الكلية بالزبط. عندك برضو بالنسبة لعلمي عندك كلية تكنولوجيا الصيانة والطاقة موجودة في اسيوت شرق برسعيد وسمنود وطيبة. يعني اماكنها كتير وفرصها ممتازة. لان تخصصاتها مطلوبة لسوق العمل. زي ما حضرتك عرفت ان في المرحلة التانية خدت كتير من هذه الكليات. السنة اللي فاتت يا شباب. الكليات دي كان بتاخد من خمسين في المية زي ما شفنا في الفيديوهات السابقة. السنة دي بعضها خالص في المرحلة التانية. وما زال بعضها في المرحلة التالتة اعتقد ان هو هيخلص في اول للمرحلة التالتة لانه فرصه كويسة. المصروفات عالية شوية في حدود الاثناشر الف جنيه سنة اولة وتانية. بس في الحقيقة التخصصات مطلوبة لسوق العمل. وعندك كمان كلية الخدمات الفندقية دي كلية تكنولوجيا موجودة في طيبة معانا في المرحلة التالتة. تمام يا شباب? في حاجة مهمة بقى بالنسبة العلمي وادبي معاهد الحقيقة انا اعتبرها متميزة جدا. هي المعاهد بتاعت النظم والمعلومات. المعاهد دي كتير موجودة في اماكن كتير بمصروفات مختلفة. شوف الحاجة اللي قريبة منك فيه السكن. شوف الحاجة اللي قريبة منك فيه المصروفات. وانا من وجهة نظري المعاهد دي ممتازة جدا معاهد عالي نظم ومعلومات. يديك باكالوريوس. يبقى انت زيك زي الكلية. وبعد هزيه المعاهد العالية الخاصة قسم بقى محاسبة او شعبة محاسبة. دي على طول انا من وجهة نظري بعد معاهد نظم ومعلومات ممكن تختار او تكتب معاهد برضو عالية لشعبة محاسبة وبعدها علوم تجارية وبعدها علوم ادارية. دول اربع شعب مهمين جدا او اربع انواع من المعاهد العالية. المتخصصة اللي عاملة زي كلية التجارة كده يا شباب حاجة صراحة فوق الممتازة. تمام يا شباب? يبقى المعاهد دي برضو سيادتك تقدر تكتبها لو انت علمي او ادبي. لو انت بقى حابب المجال بتاع كلية التجارة ومش لاحق كلية التجارة وعايز تخش حاجة كده حكمية يبقى عندك المعهد الفني التجاري ده فرصتك لو انت علمي او ادب عشان تقدر تخش منه كلية التجارة او تخش كليات تانية زي ما فصرنا قبل كده. تمام يا شباب يبقى السيادتك تكتهد في كتابة الرغبات اكتب او الرغبة زي اخر رغبة بالزبط عشان ما تكتبش حاجة وفي الاخر لقدر الله تندم عليها ويحصل فيها مشاكل كتير. عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك لو في اي تعليق شرفنا بالتعليقات بتاعات حضرتك. كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.